إلى الزمالك الزمالك انت فاكر طبعا ان اول ماتش على ارضه في دور المجموعات هيبقى من غير جمهور تطبيقا للعقوبة اللي هي لعب مبارتين بدون جمهور على ارضه على خلفية احداث ارتباك في المشهد حصلت وقت مراسم تتويج الزمالك بالكونفدرالية في النسخة السابقة تعالوا نستعرض جدول مباريات الزمالك بداية من بداية الرحلة حتى نهاية الرحلة في دور المجموعات من الكونفدرالية الافريقية رحلة الزمالك كالتالي هيبدأها في القاهرة بمواجهة بلاك بولز يوم 28 نوفمبر وبالتالي هنا هتكون من غير جمهور الجولة التانية ان ينبا هيلعب مع الزمالك في نيجيريا يوم 8 ديسمبر الجولة التالتة الزمالك هيستضيف المصري في مباراة الزمالك هنا في ملعب الزمالك ملعب الزمالك ده اللي هو مش ميت عقبة لكن لحد ما يتحدد هل هيكون بقى برج العرب ولا هيكون المصري بيلعب في القاهرة هنشوف الجولة اللي هو غالبا برج العرب الجولة الرابعة اكيد برج العرب لحد ما برضو المصري بيقول انه بيحاول ان يسعى ان يلعب الموسم ده على ملاعب اخرى اسهل بالنسبة لجماهيره الجولة الخامسة يحل الزمالك ضيفا على بلاك بولز في موزنبيق يوم 12 يناير ويختتم المسابقات او دور المجموعات بمواجهة 19 يناير الاسبوع التالي امام ان ينبأ في القاهرة وبالتالي بطل موزنبيق يستضيفه الزمالك بدون جماهير المصري بالمناسبة سريعا جدا في دور المجموعات هيبدأ رحلته بمواجهة ان ينبأ في ملعب المصري ثم يحل ضيفا على بلاك بولز يوم 8 ديسمبر ثم يحل ضيفا على الزمالك وبعدها مباشرة يبقى الفريقان في مصر ودي نقطة الميزة عند الفريقين مش هيسافروا كتير هيلعب الجولة الرابعة المصري مع الزمالك ثم الجولة الخامسة يحل المصري ضيفا على ان ينبأ ويستضيف في ختام المسابقة على مستوى دول المجموعات بلاك بولز الموزنبيقي شارك النهاردة محمود حمدي الوينش مدافع الزمالك والمنتخب الوطني في جزء من تدريبات الفريق تدريبات الكورة يعني جزء وده زي ما قلت لكم بداية رحلة التأهيل الأخيرة اللي المفروض ان هي تعلن عودته النهائية الى التدريبات وبعد كده يبقى مسموح للمشاركة تبقى لرؤية جوزيجو ميز في الفترة المقبلة عودة الوينش هي من الحاجات المطمئنة بالنسبة لإدارة الزمالك واللي مخليها مش مكثف قوي للبحث عن مدافع في المرحلة المقبلة ويرى ان عودة الوينش هتحل جدا من مشاكل ومش هتخلي الزمالك تحت وطء الطلبات الأندية في ضم مدافع وشايف ان وجوده كمان الى وجود اللاعب كوستا اللاعب الغيني